السلام عليكم. الله سعادكم شباب. اليوم نرجع لكم في فيديو جديد وهالمرة لدينا هاي اللابتوب التوشيبا. خلي شوفكم موديلها. لينوفو ايدياباد ثلاثمية شارحة خمسطعش آي اي اس كي. مشكلة هاي اللابتوب شباب انه نخليها على شاحن خليها الشاحن. يشتغل ضوية الشاحن. نشغلها. تشتغل. ولكن على الشاشة ماكو صورة بس مجرد يشتغل شاشة طول مضمت ما شوفون. شاشة بها لمضة. تروح تجي. اذا تنتبهون. خلينا نفكك هاي اللابتوب سوى ونشوف شنو مشكلتها شباب. خليكم يا انا. اول شي خلي نرفع البطارية يا شباب. طبعا ما راح تضعب هالشكل هذا. هالبطاريتها صايرة يمكن عبارة عن كابل اذا. انا موغلطان. طبعا شباب جاي لاحظة هنا بطارية البايز هنا صايرة. شرايكم نصفر لها بايز ونشوف كيف تشتغل. خينشي الهارد ديسك. ونجرب نصفر البايز. هذا الفيشة هنا صايرة. ما تصبرت البايز. نرفعها. نلامس الاقطاب مع البطارية. او مع السكت مع البطارية ذال الرؤوس. نلامس هون بشكل هذا. نرجع نرجع البطارية مكانها. او خلي ما نربط البطارية. بدون هاي المشكلة اللي شفتوها قبل شوية. نفس الخليل مثل ما شوفون. طفي. نكمل فتح اللابتوب شباب. محتمل انه هاي العملية اللي شفتوها قبل شوية ما راح تصفر البايز. ليش? لانه البطارية الرئيسية شغالة ومربوطة على المدربورد. مرات البورد يظلي يعني البايز ظل يتغذى من البطارية الخارجية وبالتالي ما يصر عملية التصفير. فالعملية اللي قمنا بيها طبع شوية احتمال تكون عملية غير ناجحة. فخلي نكمل فتح اللابتوب ورا ما نفتحها راح ننزعها البطارية الرئيسية. باضافة لانه نحن نازل اصلا بطارية ربايز وراح نعمل عملية تصفير ربايز بشكل ادق ونجرب مرة ثانية. خلي نرفع الكي بورد. وبان اللابتوب تفتح للمرة الاولى مثل ما يشوفون. ورقة مع الضمان ما اللي نوضع بعد عليها. هذا السوكت ما للشاشة. هو لالف بي دي اس. خلي نجرب. ها اخد ادرا. نفس الشي. نطفلي ها. نحن نطفلي. نطفلي ها. نطفلي ها. نطفلي ها. نطفلي ها. معكو براغت تحت الديدي. كابل مثلا ما شوفون خليلين ننزع البطارية بالشكل هذا نزعنا البطارية الرئيسية واصلا نحن نازعين البطارية المذربورد مثل ما شفت قبل شوية خليلين يصفر البويز هسا ماكو اي مصدر طاقة على المذربورد فهسا نبدأ نجرب مرة ثانية نربط اشتغلت من حالها لانه تصفر البويز والمشكلة نفسها مثل ما شوفون شوية ممكن يكون المشكلة بالبويز ممكن يكون المشكلة بكرت الشاشة فبعد ما جربنا انه ننزع ونرجع الفلكسما للشاشة مجربنا نصفر البويز وما نجحنا فخلي نجرب اخر مرحلة شغلة الرامات نشوف ولو ما اعتقد انه الرامات تعمل هيك مشكلة بس خلي نجرب ننزع واحد ونخلي واحد خلي نجرب هذا اذا حطينا بالمكانة الثانية بالشكل هذا البويز لانه رح يصفر فراح تشتغل الحاسب لحالها كأنها مختلف الوضع شباب اشتغلت الشاشة شباب اشتغلت اللابتوب مثل ما شوفونا بالصورة صوت الرامات زين نرجع ننزع هذا الرام نخلي الرام الثاني ايضا لانه الماذربورد هيصفر البويز فمفروض اللابتوب تشتغل حالها متل ما شوفونا اشتغلت وانطط صورة الرامات ايضا مو عاطلة شباب الرامات مجرد اكسدة خلي اه نضمن انه تشخيصنا صحيح نحط الرام الشغال هذا اللي تأكدنا منه نحطها على المكان الثاني رح تشتغل تشتغلت لابتوب الحالها اعتقد رح تنطي الصورة لانه الشاشة سودت وانطط صورة مثل ما شوفونا اذا الرامات عاطلة ولا اللابتوب بها مشكلة فقط المشكلة بالأكسدة مع الرامات هذه بثوب الرطوبة طبعا الرامات او سكتات تتأكسد فيصير بها عدم توصيل وتصير بها المشكلة اللي شفتوها طبعا حل هاي المشكلة شنو شباب الأكسدة الأكسدة بثنر وتنظف الأسنان مع الرامات من الجهتين وتمسحها بكلين سناشف وتنظف السوكتات ايضا وترجع الرامات على مكانها طبعا الرامين يتنظفون والسوكتين ايضا يتنظفون وبعدها تقدر تجمع اللابتوب وتسلمها للزبون وهذا كل شي اللي عندي في فيديو اليوم إذا أعجبكم الفيديو لتنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كما وياكم سيفقد دايما قناة قداويتك فيما على شباب